هو انت لما اخوكي اتصل عليكي كنتو بتهمسموا مع بعض بتقولوا ايه الهم هامة دي هو جزو اختك لما تخلق معها وصلتوا لايه وهو بوكي اصلا كان الموضوع مع عمك خناءة ولا ايه اللي حصل هي اختك قاعدت معاك ها ولا امتك الكلام العلاقات اهلي واهلك تدخلات عند اهلي منك ودخلات مني عند اهل يترى نتصرف فيها ازاي؟ تعالوا تابعونا في كواليس ونعرف الحل الاصل في العلاقات ان يبقى في حدود الاصل في العلاقات ان انا قنوب اهلي وانت تنوب عن اهلك يعني ايه الكلام ده؟ هو صح ان احنا نكتب اتفاقات قاعدين قبل الجواز وقبل ما نعمل العقد نكتب طب ما عملناش دكتورة وما كتبناش ومش مهم يعني اللي جيه متأخر احسن باللي مجاش نكتب ونتفاق هو ينفع ان انا احكي لزوجي عن اهلي؟ هو ينفع احكي لزوجي اصلا ابويا عمل زمان معامي اصلا اخويا عنده المشكلة الفلانية اصلي اختي بقى وجوز اختي وبعدين اخت مراد جرتهم اللي سكنة عند بنت خلت عمتهم مثلا ينفع الكلام ده؟ فيه موانع عددناهم تقريبا كانت تسع موانع تقريبا ممنوع اتكلم فيها مع زوجي المشاكل اللي خاصة باهلي حاجة منهم اساسية ابوك عمل ايه؟ امك عمل ايه؟ مش عشان هو راجل استخمش عايزين نقول الكلمة اللي بتتقلب المصري ومش عارفة هيعمل ايه وهايطلع يهتك ستر البيت مش كده ولا مش عارفة هيحصل الا اذا مش دي ناجو ده كلام فيه اصلاح يعني هينبني سمعوا هينبني على الكلام مع الزوج في مشكلة الاهل هينبني عليها حل؟ هينبني عليها ردود واخد خطوات؟ طب هو في ايده انه ممكن يساعد بحل معين وبرضه ما اقولش ان لما شوف المردود المستقبلي والحالي وطبيعة الشخصية والافضل والاحسن امور ابو يا امي اخو يا اختي جزء محدود زي ما بطلب منه انه هو ما يدخلش في امور زي ده ما لك انت اخوها امر طبي اصل الورثة اصل الحاجة اصل دين اوه هم عيلة مع بعض صرفوا زي ما بطلب منه ده انا بطلب منك ده اي اختك كلمتك النهاردة؟ هم عملته ايه؟ وقالت لك ايه بقى كده وزوست لك في ايه؟ طب والدنيا كانت ماشية ازاي؟ هم وامك بقى شأن العيلة شأن العيلة انا عارفة قصة ان اخوك عمل كذا 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 وكلي كلا بقى شأن عيلة تدخليش طيب عيلتك عايزة منه او عيلتو عايزة منك اه انت اكفيني عيلتك وانا اكفيك عيلتي ده الصح ودي اللي التتفقات اللي تكتب مقبل الزواج او لو انتوا سمعتوا الحلقة بتاعة كواليس النهاردة تعملوا الكلام ده النهاردة وتعودوا تتفقوا من قوله جديد ايوة اللي جي متأخر حسن من اللي مجاش مغابة من حضر يا جماعة ونبق جدي بنقول ها والله اهلك لأ انا اكفيك اهل ولما يجي اهلك يتكلموا مع زوجتك او على زوجتك او تعديل او امر محتاجي تكلموك ميجي زوجي حاضر العين ده قبل العين دي بس لي يا راجل ميجي زوجي حاضر وقلتو لزوجي طب اسمع منه ما احنا قلناك لأ والله يا انا باخد منه هو مش هما اللي يقمروا اوعي غلطة مش هما اللي يقولوا غلطة طيب بعد ما بقول بقى زوجي اللي اخد منه تمام انت نفس الكلام ليه لان كل من الزوج والزوجة اضرب عيلته خلي بالك لأ الامر ده عيلتي معاليش حساسة عندهم هساس فيه شوية وهو نفس الكلام خلي بالك من التكة الفرين وانتو لتنين تسعوا ان تبقى صورتك حلوة عند اهلها وصورتها حلوة عند اهلها اوعقونوا من الشخصيات اللي لك لك بعد ما يمشوا ده عملت وعملت وعملت وسر زوجتك كله الناس كلها عارفها ودي قال ودي يقول لساحبه وانتو وده خلاص وانت اللي عملت كده او ان هي عملت العكس نقلت سرك وكله هتكت ستر زوجها كله بره او عيلته تقولك ده العيلة وانا ميل غلط ده قرابة درجة اقول ده عم الاولاد وجد الاولاد وعمتهم وجدتهم غلط نحافظ على بعض يا جماعة ونحافظ على العلاقات وما نطلعش للأسرار ولا نعاتب انت لما بتقولي ليش ده انا جزك وحق علي انك اعقل غلط لا ملكش انت لك هي انها تقولك والأمور اللي تخصها هي مش اللي تخص اهلها ما نزعلش من النقطة دي ويريتنا التزم بيها عضو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير كونوا وعيتوها صح وقالقاكم في حلقة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة